اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم ان شاء الله دائم بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج جديد للغة نقليزية صف سات ست داي شرح وحل اسئلة امتحان الشهر الثالث كانون الاول شهر الاصنعاش يونت ثري العام دراسي 2013-2019 يجب على التلمية التعلم معرفة كيفية استخدام محفظ كلمات دارس قراءة املاها ومعنى علق بتم ذا وصلك الفيديو المنشور ضمان متابعتك لنا اسم قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك انجليش واذوائل الانجليزية مع وائل سبسكرايب اشترك الان اليوم موضوعنا الفيديو هذا هو عن الاختبار الشهري اللي امتحان بيه طلابنا مال يونت ثري قبلها يرجع مراجعة فيديو الدروس السابقة قامت تشغيل خاصة بيكم انجليزي سادس ابتداء جديد خلصت بيها يونت ثو يونت ثري يونت فور كلها خلصت وياها مراجعتها وياها نماذجها واسئلتها اليوم ان شاء الله الامتحان الخاص بطلابي امتحنتهم بي اللي هو يونت ثري الريتن تيست اختبار التحريري الثالث منتحان الشهري الصفحات كانت داخلة بامتحان من 38 ل53 من كتاب الطالب والكراسة والدفتر شكرا لله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة شاركوا الفيديو لكي تعمل فادة ويستفد الجميع علق بخمس ملصقات لدعم الفيديو المنشور ضمان متابعتك لنا نبدأ بسم الله النموذج الثالث والثلاثون نموذج رقم 33 من اسئلتي قبل ما تبدي بالاجوبة كنصيحة اليك والمرة تطلع على الأسئلة والأفضل أنا برأيي تروح مدام صار به إنشاء يعني تكتب فأنصح أنه تروح تحل الإنشاء أول وراها ترجع تحل أسئلة القطع وراها الخاط وراها يعني هي بترتيب الأسئلة بس أنا برأيي يعني هو الإنشاء صح آخر سؤال أنا برأيي تحل أول شيء لأنه دام بعدك حافظ قبل ما تنسه فأول مرة تأخذك فكرة عن الأسئلة تشوفها تطلع عليها خلت فكرة زينة عنها تاليها تروح تبدي بالحل من تريد تحل قلنا نحن إنشاء تحل أول شيء قول كما تنشاء تريد تحل أسئلة القطعة الخارجية اللي هي أصلا صارت قطعة الكتاب أول مرة أقرأ الأسئلة عني برأيي بعدين أقرأ القطعة بعدين أقرأ الأسئلة مرة الثانية وحلها لي أشعني مد تركز دماغك تركز على الأسئلة المطلوب تلقى لها أجوبة بالقطعة رح نيجي نقرأ السريع الأسئلة حتى نروح نقرأ القطعة بعدين نقرأ الأجوبة الأسئلة ونجاوب عليها يقولك هاي باسورد جيدة إنه هي باسورد 1-2-3 إذا ما يعجبك شيء خبر شخص كبير لا تلتقي بالناس الغربة وفكرة سيئة تخليه يقوم تلفونك على الإنترنت يعني عام لا تشارك من شراتك وإصدقائك لا تحفظ معلمتك بأمان طبعا ملاحظتنا ونصيحتنا لطلابنا العزاء أنه يرتب ورقة للأجوبة خاصة بالامتحان يرتبها من بيتهم يكون جاهز حتى ما يأخذ من وقته داخل الصف ويكتب بها اسمه الرباعي وصفه وشعوبته ومدرسته ذا أنه يكتبهم بالعربي ما يكتبهم بالإنجليزي هاي المعلومات نكتب بالعربي الأجوبة ما تكتكون بالإنجليزي تنظم الورقة وكل سؤال تخليه بصفحة كل فرع بصفحة تكبس الورقتين من النص حتى تكفيك وتأخذ أوراق براحتك من تكتب وجابتك تكون مرتبة وواضحة وتبدي من تريد تحل من اليسار إلى اليمين وبالإنجليزي وترقم وتحل وتنتبه على الرقم السؤال ورقم الجواب من تريد تحل راح نبدي هذا الماتنة الكليشة هاي تعرفوها فتقدر ترجع الفيديوهات السابقة وتفهمها أكثر فرح نعبر هذا المنطق ما للسؤال أنه read the following passage أقرأ القطعة التالية then write true ثم أكتب صح كل ما أشارتها or false خطأ كل ما أشارتها 5 only 5 فقط عنيا قطعة stay safe online قطعة البقاء آمن على الانترنت هي عبارة عن نصائح 6 ستكون معها على شكل قطعة على موض تسهل ترتيبها بالسؤال فرح نسوها على شكل قطعة يقولك الخطوات أو الطرق الستة للبقاء آمن على الانترنت هي be nice to people online كن لطيفا مع الناس على الانترنت be careful about what you share pictures, thoughts كن حذر عن ماذا أنت تشارك الصور والأفكار keep your personal information safe حافظ على معلوماتك الشخصية بأمان keep your password safe حافظ على ماتك كلمة السرب أمان you should أنت من الأفضل أن أصحك use تستخدم letters الحروف الصغيرة capital letters حروف كبيرة numbers الأرقام and symbols والرموز never meet a person أبدا لا تلتقي بشخص that you only know online أنت أنت فقط تعرفه على الانترنت and if you find something you don't like وإذا وجدت شيء ما أنت لا تحبه لا ترغب به لا يعجبك online tell your parents or your teacher أخبر والديك أو معلمك اللي هنا قراني القطعة دا أستخدم البرنامج اللي دا أصور أصور بي الفيديو أصور بي الشاشة مع الحاسبة البرنامج اسمه powerpoint اتابع البرنامج Microsoft Office اللي يريد يسجل هو أيضا وينشر دروس للطلاب يعني الأساتذة هاي شغلة الأولى شغلة الثانية دا أطبع الأسئلة برنامج الورد ما الهم Microsoft Office مع الكتاب الورد اسمه نوعية الخط وحجمه اللي هي times new roman الحجم 12 نفس الصيغة مع الوزاري البكالوري اذا تروح تشوفها الأسئلة حجم خطهم 12 والنوع الخط اللي يشتغلون بي times new roman من عاود طلابنا على هاي شكل ما الحروف حتى بالوزاري بعد ما ما تصير شغلة غريبة عليها فهو يكون شكل الحروف كلها متعود لها لأن الشكل الحروف مثل A مثل G سرحة ما كتب كمان ولاحظة شكلها يختلف فأكو طلاب بعد ما يعرف يقرأ هذا حروف جديد ولا هي أصلا معروفة بالنسبة لله السر الصير الآن السر لشينا دهس هنا نقرانها this is a good password هاي كلمة سر جيدة اعتبر تحتوي حروف كبير حروف صغيرة أرقام بس هي تعتبر سهلة إذن هاي راح من نرد واحد انتبهت عليها number one كتبت number one والحال ما تخطأ false لأن هاي مو خوش password هاي سهلة يجي يقدر يحلها وبالمناسبة أصلا ذني لسئلة ناصصا موجودات في الكتاب صفحة خمسين من كتاب الطالب الملاوين اللي ات المفروض حافظ هن ومفتهم هن وذن ذني الوزاري مطلوبات فأت سهلة يعني اي واحد يقدر يحفظها وهو من اللي يدفوط ال password راح يلقاها هي من يدخل على انترنت راح يلقاها مكتوب بكلمة password فبس ينقلها ويحط واحد ثلاث اذا صارت سهلة وما تفيد number two هنا number two مقابيلها مو جواها جواها number three لازم تنتبه على ارقام number two شي يقول لك يقول لك اذا شي ما عجبك عن التانية اخبر شخص بالغ بالقطعة قال لك اخبر لوالديك لون معلماتك هم اثنان هم يعتبرون شخص بالغ فاذن راح تعتبر صح الكلمة تغيرت بس فكرة الجملة بعدها نفسها الفكرة اهم شي الفكرة الفكرة بعدها صحيحة اذا الجملة صحيحة number three يقول لك you must never meet people that you only know online انت لا يجب عليك ممنوع عليك يعني تلتقي بالناس الغرباء اللي انت تعرفت عنهم بس على الانترنت فهذا الشي true صحيح دير بالك ونعدهم احذر منهم البعض number four يقول لك it's a bad idea to put your phone number online انها فكرة سيئة ان تضع رقم هاتفك على الانترنت فهي نقول فكرة صحيح هي فكرة صحيح هي فكرة سيئة اذا نقول true هذا الشي صحيح انه هي فكرة سيئة مزيان موك الطلاب بدي يصير عدة شك يقول هي فكرة سيئة اذا يعني لازم اقول خطأ بس تش تقول خطأ مودي يقول هي سيئة سيئة ان تنشر رقم تليفونك يعني تقول صح صح انه الفكرة سيئة هي شي الفكرة البعض نمبر 5 يقول you shouldn't share your thoughts with friends ات انصحك ان لا تشارك افكارك ومنشورتك ويا اصدقائك هذا الشي خطأ شارك ويا اصدقائك ويا عائلتك نمبر 6 يقول لا تحافظ على معلوماتك الشخصية بأمان هاي الشي خطأ خطأ طبعا نشوف 6 جاوب 5 تترك 1 من حقك واذا ما تترك ترك لك الاخيرة البعدها السؤال الثاني السؤال الثاني question 2 الفرع يقول تكست بوك passage سألة القطعة هم لو تكتب true كلمة true لو تكتب كلمة false عنيا قطعة ما قطعة اللابتوب مع العائلة اللي باسم يسولف عليها ده يشترون اللابتوب فش نقول هنا ثمانة سئلة صفحة 49 هم نص جيبت لك بس قدم تؤخرت وبدأ المهن ثمانية جيبت نعيد هن ستة نمبر وان يقول لك باسم فاميلي لوكت ات لوت سوف لابتوب عائلة باسم اللي هما بيتعمل وسام بحثوا ونظروا عال كثير من اللابتوب هذا الشي شو رح نحله نكتب لقم السؤال لول مرة وفرعة question 2a ونمبر 1 هي هاي true صحيحة هما ظلوا يدورون ما اشتروا رأسا ظلوا يدورون ويبحثون ويتفرجون على اللابتوب نمبر 2 يقولك The laptop they bought is black with silver keys اللابتوب اللي هما اشتروا لون اسود والمفاتيح ديقام سلف الرصاصي هذا الشي false خطأ انه هو بالعكس هو كان لون السلف الرصاصي والمفاتيح ديقام لون هن black اسود نمبر 3 يقولك The children can share photos with their family الاطفال بيمكانهم يستطيعون مشاركة الصور مع افراد عائلتهم مع قرائبهم يعني وهذا الشي تروف صحيح يصير من حقك يمكنك نمبر 4 يقولك Dad doesn't want to buy a laptop الاب لا يريد ان يشتري حاسب اللابتوب جديد هذا الشي فالصوب خذهم دي شوفهم دي يشتري لهم فهذا الشي خطأ نمبر 5 يقولك All يعني جميع All the جميع اللابتوبات كانت جدا غالية وهذا الشي خطأ هي A lot of الكثير من اكو فرق بين مني قولك Lots of A lot of هاي معناها كثير من وهاي مني قولك All معناها جميع هاي اكو استثناء يعني اكو بعض بعض هن يعني رح يكون رخيصات مني قولك A lot of اكو بعض عن رخيص بس مني قولك All يعني ما كو اي استثناء ولا 1% كل هن يعني هاي شي فكل هن غايات لا خطأ false طبعا بنو ناسب الطلاب اللي يريد يختبر نفسه ويفيد نفسه فاشي سي يوقف الفيديو هو يحاول يحل هن لسه مكتوبة انت حاول تحل هن تشغل الفيديو وشوف الحل وشوف الشرح ما تشغل تختبر نفسك يقولون لو تنشرنا اسئلة بعدين انتشرنا أجوبة ما لاحق هي نفس الفيديو هو اسئلة هو أجوبة فالتوقف الفيديو تقدر تبيتك سهل هو الفيديو تقدر تحكم به وقف امتحن نفسك وراها شغلة وشوف شن جواب صحيح العائلة بإمكانها استخدام اللابتوب بغراف مختلفة فهذا الشي ترو صحيح نفس الأجوبة ما الكراسة تجاوب خمسة تترك وحدة قلنا حرف ا اكو يشتبهون بي مني شوف هيتش مكتوب عبال فتح غريب وهذا ال وهذا حرف ج اكو يشوف هيتش مكتوب وهذا حرف ج ال وهنا خلصنا السؤال الثاني ال بي وصلنا له question to بي يقول لك عادة كتابة الجملة رح تجينا الخاط يعني سؤال الخاط والتنقيط طيتهم جملة المرة الطلابي ال dad said i didn't look well ابويا قال لي انه انه اني لا ابدو بصحة جيدة الكو طلاب غلطوا بهاي ال وال عبالهم هذا اسمي انه وائل وقعدوا يسوون ماكو داعي هي كلمة وال احنا متعلمين لها اللي هي بصحة جيدة واذا بالمن فيها فرح تصير صحة غير جيدة انه هو معناها جيد زين وكلمة وال مثل ما هي في سؤال الخط ماكو داعي ضيف التحروف في سؤال الخط لو تعدل الحرف سوي small سوي capital اذا فارزة نقصت حطها اذا نقصت تحطها اذا علامة استفهام نقصت تحطها ماكو اضافة حروف لو حذف حروف ماكو لو حرف سوي small capital لو فارزة تحط لو نقطة تحط لو عام تستفهام تحط هي تشي الفكرة ما السؤال الخط العفو فكيف كنت تجي تشوفها وال تريد تحطيت بعض A و E و حذف L زايد ماكو شي هاي تتحاسب تنقص من درجتك فانتبه عليها ال D ما داد اكو هم صار تعمل مخطاء انو D يسوها هاي capital و يجعل D ثاني يسوها capital و said D يسوها capital و did د يات هي مرة وحدة بس الحرف الاول ما الاول كلمة بس البقية ليش تجعل هم كل هاي اخطاء نجح منريد تحل ورح تكتب بالورقة ماتك question two b تريد تسوي خطوط خير على خير بس اذا هي ورقتك اصلا مخطط فما كو داعي الخطوط بس داد اذكرك انو هذا سؤال الخط لان انا ما اقرأ لكم ما اوضح ك فت حتى تفهم انو هذا سؤال الخط فعلى تشوف هاي الجملة اللي هي السطر الثاني مو سطر الآو سطر الآو هي الجملة اللي عيد كتابتها فتجد تروح تكتب ها على السطر حلوة لانه كتابتك وترتيبك وخطك الواضح وجمالية الخط كلها الها درجة فهاي دي ماداد لان بداية الجملة فا رح سو هي capture اكو سألني يقول لي هاي هسه جملة السؤال لو جملة عادية احط نقطة لو احط هاي جملة عادية جملة السؤال احنا متفقين لو تبدي بادات يعني اداة السؤال يعني كلمة مع السؤال ادوات السؤال اللي هي what where how لو تبدي بفعل مساعد مثل is are do does did then افعال مساعدة لو ادوات سؤال فتكون جملة استفهم ونخلي بالاخير عام استفهم بس اذا ما بادية به شي بادية اسم فعل اي كلمة عادية فتكون جملة عادية زيان السداد الحرف د نقلنا باقي الحروف ما لشغلة هذا يعني فعل بس نقلنا الآي لانه ضمير الآي قلنا يجي بداية جملة وسط جملة الضمير الآي لازم يكون حرف كبير بداية جملة وهذا الآي لانه هو الضمير د هنا أنا مختصر مختصر لك حرف ال-O يعني ما أريدك تكتب لي ال-O ولا أريدك تختصر بعض حروف أخرى ما أريد هي نفسها بس أنا من اختصرت إذن أنا شم سوي ناسي أكتب الفارزة فارزة كنت تكتب للفارزة هاي الفكوات فتش سوي تنقلها وتحط للفارزة اللي أنا ناسيها عمد إليك درجة عليها ال-look تنقل ما بها شي ال-well تنقل ما بها شي بالأخير نقطة قلنا لان جملة مثبتة جملة عادية جملة عفو من فيها بس يعني خبرية عادية مستفامية فصار معناها that said I didn't look well كم درجة لها وحدة ثنين ثلاثة أربع أربع درجة لأن أربع أخطاء ملائية العفو أربع أخطاء تنقيطية يعني علامات تنقيط أربع علامات تنقيط خلينا ودرجة راح تكون على جمالية ترتيب الخط وكتابتك الحلوة وخو ما ناسي حرف وخو ما ناسي كلمة وكاتب بخط مرتب ما كفت الجملة بنفس السطر كتابتك لأنه مثلا كانت كبيرة ما كفت الجملة يصير مثلا كلمة الأخيرة تنزلها بسطر أو كلمتين الأخيرة تنزلها بسطر جديد بس لا تكسر الكلمة أكو طلاب شي سوي مثلا هاي كلمة وال شكفة معدها كفة معدها الوي والل البعض ما كفت فشي سوي ينزل الل جوا تدري إش راح يصير معناها الوي معناها نحن راح يصير لأنه بوحدها والل صار اختصار ما الول فعني كأنما نحن وسوف وهي شي صار معناها تغيرت فما يصير يا ابني شوية انتبه واهتم لا بكيفك تقوم يعني تحل أشياء ما الهداعي هذا تقسيم درجات اللي يحب يشوفها لأنه كود يسئلون بي باليوتيوب ولو أنا ناشرة أصلا ما راح أقراف أردمش أسرع السؤال ثالث question 3 السؤال ثالث بالأسئلة ما عدتي ما عدت ما عدت ملون ولا هي شي بس أظل الاختيارات حتى الطالبين دل الاختيارات وينها ويعرفون هذا سؤال الاختيارات للميع الفقرة بس هسا هنا باليوتيوب يعني لونت لك الدليل حتى شنو هم تحفظ الاختيار هم تحفظ لأنه في دنك هنا لو من النموذج الجزاري لو من الكتاب أي شيعة مهمة number one يقول لك هي شي تختار وياها هاف لو هاز اللي هي ضمير مفرد فمن نريد ناخذ الفعل لازم بس شخصتات بالمضارع البسيط فنكتب رقم السؤال وما رحت لن نحل question three a number one هاز عفية أبطال قلنا هسا تريد تحل شوف نفسك انت بطل وقف الفيديو حلهم وارجع شغل الفيديو وتأكد من إجاباتك وعرف السبب ليش حلينا هاي جاوب لان رح اوضح لك احنا قلنا هاز ليش لانه الفاعل مفرد في الضمير هي وشي والإت والاسم المفرد ياخذ الفعل بس شخصة ثالث والهاز فعل بس شخصة ثالث number two يقول لك I have a tooth ache أنا عندي وجع بأسناني ألم بسني إيش تنصحني تقول لي you should أنصحك تذهب لو you should أنصحك أن لا تذهب go to the dentist للطبيب الأسنان تنصحني أروح لأن هذا فعل زيان عمد عالج بأسناني لو تنصحني ما أروح راح تقول لي you should عافية should تنصحني لأن شي زيان أروح عالج أسناني number three قلك الآن لو the internet connects computers الانترنت يربط الحاسبات حول العالم الانترنت إيش أحط له ستقول لي لم بادي بحرف علة صوت علة فأحط له آن لا يعني مو هذا قلنا واحد فريد من عند إذا أقول الانترنت أقول ويب أقول sun أقول moon أقول earth أقول world أقول euphrates digress ذني أسماء مفردة واحد من عندهم ما كو الهن ثاني واحد معدهم بالعالم كل فأحط لها ذ لأن صار معرفة ذ ذي انترنت رح أقراها هنا ذي انترنت لأن بحرف صوت علة ذي انترنت البعض هنمبر فور يقول لك ذي توت ourselves دو themselves تو كو معلم ونفسهم الطبخ فرح نختار themselves لي لأنه ذي أكو ذي اختار themselves إذا أكو نختار ourselves لازم تراجع الضمار الانعكاسية ذي بالضمير الانعكاسية ما تتحول إلى themselves البعض هي نمبر فايف يقول لك يجب واجب لنصيحة من الأفضل أنه keep my password safe أحافظ علاماتي الكلمة المرور بأمان password يعني كل شي مهم إلك هي لدخلك لإنترنت ودخلك لحسابك واذا واحد عرف راح يأخذ حسابك من عندك يهكرك يعني فإذا شنو لازم تش يسوي لازم must يجب فشي لازم الزامي أنه أنت تحافظ عليها بأمان مو بس نصيح هاي الزام must البعدها يقول لك you should taking فعل بأنجي لو take فعل مجرد تابلت احنا متفقين وورا should وهو هاي أفعال سجلت لكم وياهن should والwood والworld والكان والcode والmust وهو هاي انه يجو وراهن فعل مجرد take خالي من أي أضافة هاي قاعدة ثبتها ببالك طبعا ونشوف خمسة تجاوب خمسة ترك واحدة السؤال الثالث الفرع بيت توصيل وإحنا قاعدين ألف مرة لجر الخطوط اكتب الرقم والحرف المناسب هالمرة خليتكم أقواس وياهن نقاط حنا مد تذكر لنحد طلاب الأبطال نسب الامتحان وقاعد يسوي الخطوط وطيت الصفر ما أقبل بهذا الشي بالبكالوريا لأنه يحاسبوك حرامات تخسر درجتك هي تشي اكتب الرقم ما للنقطة والحرف لناسبها يعتبر أصلا سهل ما يتعبك بالإجابة بس رقم وحرف رح نجي من ريد نحل نكتب رقم السؤال طبعا question 3 b لازم نتبع على هذه مدام عدي a u b وعدي عدة تسئلة فلازم اكتب رقم السؤال والفرع مات على مد ما تروح من عندي الإجابة number 1 كيف حالك اليوم رح نرجع نعيد للطالب يريد اختبر نفسه خيوقف الفيديو ويحل هن هو قدامك هاي الأسئلة ورح أرجع شوف الأجوبة رح لأنه بس أجوبة أبدأ أمشي أصراح تلفيديو ما يصير طويل number 2 يقول what's the matter ما هي المشكلة شبيك حتى لو أنت كاف شكل غريب بس بلا سلامات لا أمام لونها بخالها حتى الطلاب لا يختبرون نفسهم سهلان لأنها مبينة على اللون تقدر بدون أن تفهم رح تقدر تختار رح نختار لها a اللي يقول I have a head ache شنو المشكلة شنو المرضى عندك شنو الوجع البيك عني عندي صداع براسي ألم براسي number 3 يقول she is in bed هي بالفراش إذن إش راح نختار لها نختار لها ال F because she has a temperature الطلاب اللي أبطال ويعرف يقرأ ويترجم رح يقدر يفهمها أنه هي بالفراش لأن هي عندها حمى ومرتفاع بدرجة حرارة بدرجة الحرارة الطلاب اللي ضعف وما يقدر يقرأ في شوف she بذن كل هن ما كو she بس her number 3 بها she من اللي يدور هناك كل هن راح يلقى بس هنا she إذن راح تقرأ رح هي تساعد نفسك شوف لك فت كلمات متشابهة وهي الدليك وحدة الدليك على الأخرى البيد من يروح للبيد أكيد بس اللي عدفت مرض هي أمراض هناك نذكرت بها المجموعة نذكرت الهيد وال temperature يعني حتى شوية من تريد تندل هناك الهيد وياها eye فما تفيدني temperature وياها شي قلنا ففادتني لأن هنا لا كو شي رجلي ساقي مكسورة أنا صدق رجلي مكسورة نكمل يقول لك ش راح نختار لها نختار لها B اللي هي you shouldn't stand on it أنت من أفضل إلك أنصحك بأنه لا تقف عليها وإحنا التعليم هو كله لازم توقف وتدرس 6 دروس يوميا الحمد لله يقول لك إذا رجلك مكسورة فشنو أنت لازم ما توقف عليها you shouldn't stand on it لا توقف على رجلك فقلنا الرجل لأن هي عساس شنو فائدتها هي للوقوف فأحفظ أحفظ كلمة leg وحفظ لك stand البعد هنمبر 5 يقول لك if you cut your finger إذا أنت جراحة صبعك cut أكو cut فدول لك هم على cut اللي هي رح نروح على D you should put a plaster on the cut أنت من الأفضل إلك أن تضع ملسقة ضمادة على الجرح فكاتب cut وyou view البعدها navigate إنه هي تنقل وتصفح شنو the web page صفحة الأنترنت by scrolling up or down بالتمرير أعلى والأسفل navigate تصفح the web page الصفحة مع الأنترنت تتنقل بيها وتتصفح هم جاوب خمسة تترك وحدة البعدها question 4 أي السؤال الرابع فرع أي شي يقول لك المفردات اختار بين الأقواس تكون المناسبة number one يقول لك don't touch لا تلمس that hot suspend تلك المقلات الساخنة الجدرية الحارة ممنوع don't touch لا تلمسها ليش you will أنت سوف cut تجرح لو burn تحرق yourself نفسك وما دام أكو حرارة ونار والسخونة إذن burn تحرق رح يحل أكتب question 4 أي رقم السؤال الفرعة و number one رقم النقطة وأكتب الحل المات اللي هي burn يحرق number two طبعا بالأسألة لم تكن تنسى one ومقابلها two three ومقابلها four بس هنا أكبر ركوة وضح لأنها تكون واضحة بالفيديو والأسر اللي شوفتكم محب البداية كلش ورح أخلي لكم نشرها بالface وبالقروب مالتنا إن شاء الله number two يقول لك you should eat لو drink lots of fruit أنا أنصحك بأنه تأكل لو تشرب الكثير من الفاكه طبعا بالنسبة لشود ورها في المجرد وثنائة المجردات فإذن ما تفيدني لشود هنا تفيد نهاية للفروت الفاكه تشيسر الفاكه عادة تأكلها لو تشربها أكيد رح تأكلها number two eat number three أنا كتبت بعض الكيبورد لوحة المفاتيح للمعلومات الجدي حول استخدام الانتنات هاي الأمور فأني كتبت بعض المعلومات I wrote some information مو كيبورد الكيبورد تستخدمه مثلا تقدر تقول I wrote some information by كيبورد باستخدام الكيبورد تستخدمه الكتاب بس مو تكتبه من تكتب تكتب معلومات information فأرواد وياها information number four هاي مهمة من الوزاري هنا كنا نطبع عن مهمة هاي من سؤال التوصيل مع الوزاري بس هان سويتها على شكل اختيارات وهاي أيضا فهاي من الكتاب البعض هاي number four يقول لك you can click on لو click with it using a screen هاي من الكتاب انه بإمكانك تستخدم بإمكانك الضغط على لو الضغط مع هي باستخدام الشاشة يعني تضغط على إيكونة باستخدام الشاشة أو على الحاسبة وتفتح بها يعني البرامج باستخدام الشاشة اللي هي touch screen لول ماوس فرح نختار click on click on تضغط على مايصر click with وهي الأشياء الغير عاقل هم تسوي click on البعض هاي number five يقول لك my feet heart قدمي تؤلمني because بسبب these trainers هاي الحذاء الرياضية R2 بأنها جدا big لو small كبيرة وصغيرة دا أقول الحذاء رجلي يعني قدمي تؤلمني بها ألم توجع بها ألم وجع يا هي اللي يقلم ويوجع الحذاء الكبيرة لو الحذاء الصغيرة أكيد الحذاء الصغيرة الكبيرة لا رح مثلا توقع من رجلك بس الصغيرة تقوم تعبك ويعني يصير ضيقة عليك البعض ه شوف آل يدك من تنتبه أقول هوا ينتبه على أملاق وحاسب على الملاء ليش شوف هاي كلمة feet وكلمة feel شابها بالضبط الفرق انه هاي نهايتها T هاي نهايتها L يعني الطلاب لو بس يعني تحط الشخطة هنا هاي صار تفيت همات لو هاي هم بس ضقصة شوي تمسحها صار تفيل يعني متشابهات ضبط بس هاي معناها شكل هاي معناها جمع أقدام وهاي معناها فعل معناها يشعر هاي اسم وبحالة الجمع هاي بفعل زيان فتدير بالك على الاملاء المهم من كامل نمبر سيكس يقولك I feel أنا أشعر stomach معدة لو sick بالمرض فأكيد أنا أشعر sick بالمرض حلو السؤال وسهل ومرتب يراد لشوية تفكير البعدها question four B سؤال الرابع الفرع B اللي هو الاملاء اكو طبعا نقص حروف واكو اختصار واكو اضافات فراح نجي نشوف يقولك أول كلمة اللي هو يكو طلاب غلطة وبيها وهم شطار ومتميزين يا كلمة هاي اكو طلاب عبالهم nose اكو طلاب عبالهم course دورة لو nose اللي هو الانف لو يعني هي وحنا اصلا نمتعلمي لها وكاتبيها ومختبرين نفسنا بها المهم هاي الكلمة اللي هي مرة حجي يا حل هاي نقص املاء نقص حرف واحد وحنا ندربين عليها ومن النموذج الوزاري جيبناها question for b راح نكتب رقم السؤال number one اللي هي mouse الفأرة mouse الفأرة حسنا مثلا اذا تريد تخطئ وتكتب house خنقول حقك اكو تمرين لانه كانت هي مكتوبة house وصححناها عسل سواناها mouse بس نقول مثلا حقك لانه تنقري تصير house وتصير mouse لان نفس الحروف بس الحرف الاول يختلف بس ما تكتب nose تكتب course تكتب يعني هاي رح تبعيد فدير بالك يا بطل هي mouse الفأرة والكلمة الصحيحة والمطلوبة هي mouse لا تكتب غير شي البعدها يقول لك should not صارت shouldn't هالمرة اكو مثال والمطلوب ينحل هذا السؤال المثال دايقول لك انه كلمة اختصارتها اختصار حطيت فارزة هاي الكلمتين اختصر لها سويا كلمة واحدة واختصر فالmust note رح تصير mustn't اكو طلاب على اللافظ ماته فيقول mustn't يعني التي بعد ما يكتبها ما لها شغلة هاي تنقل والnote بس تحذف الاو من عده وتحط فارزة must not mustn't لpupil pupils اذن التوث شصير هنانا الاسم حولت الى جمع بس ضعفة لأسة جمع فاكو طلاب شي شو فيقول هيش ضعيف بس ضعيف أسة جمع اذن قولها هاي وضعف لأسة الجمع راجعة سهلة بس دير بالك هاي من الحالات الشاذة اللي هو irregular plural الجمع الغير قياسي فالتمن رح تسوي tooth لازم تغير هاي سوها teeth الoo صير ee tooth صير teeth number four يقول لك friendly unfriendly الhelp helpful شو صير فراغ الfriendly ودود صارت unfriendly صارت العكس مالتها بأنه ضفت لها you وأن صارت ودود غير ودود العكس مالتها بإضافة البادقة الprefix اللي هي الun لون الhelp فالشو صير نفسه بس حط لها un unhelpful وعدنا safe unsafe وعدنا healthy unhealthy وذن هنا السهلات الحلوات مطلوات من عدكم البعد هيقول لك website a website التغيير الصار ضفت لها أداة نكر اللي هي اي ليش ذا يبدي بحرف صوت صحيح address شو صير لازم صير un address un address ليش ذا تبدي بلان بحرف صوت عل فصير un address address اكو طلابش عبانهم عبانهم هاي من الكنوات الانصحاحة وهي address وسويها address هي اصلا كلمة address كانت الخطأ والتصحية ماتها address يعني هل تعقل انه اجيب لك الصح وقل لك رجع ليها للخطأ اذا ارد اجيبك فاجيو لك الخطأ وقل لك سوي لها صح خم اجيب لك الصح وقل لك رجع ليها للخطأ ما المثال يوضح لك ويشرح لك نفسها يقول لك website نفسها نقالتها بس عطيت قبلها a اذا address يصير انه اقول لها ويضع قدامها a ما رح يصير القاعدة اللي تعلمي لها انه الكلمة تبدي بحرف صوت علة وحروف العلة هي a e u u u u u u u u u on فصير on address البعدها number 6 يقول لك انه صارت himself اش صار حولت الضمير الفاعل الى ضمير العكاسي الآي شو تصير myself هاي طبعا ملاحظات من الطلاب شطار عليهم العتب ووقعوا به شي اش المهم فالآي صارت myself طبعا عنده شوف 6 جاوب 5 ترك واحدة اخر سؤال وان شاء الله راح ننهي اللي هو سؤال الانشاء الكم اكتب لك ايميل يعني بلد الالكتروني صديقك من 10 درجات ومهم جدا اكو طلاب حلو ابطال الف من عنده واكو طلاب اعتمد عن نموذج مالتنا بس غير شوية واكو طلاب جاب النموذج مثل ما هو حط لنا هم ما يخالف بس اكو طلاب يعني قهارة زعلت انه مدى يكتب اي شي ويحنا قلنا هذا اصلا يعتبر اسهل واضمن انشاء ليش لانه بفقرات من تسويها راح تحصل على درجات سؤال خامس اللي هو من تريد تبدي بس تكتب to و ali راح تاخذ درجة هالكلمتين هاي بالبداية بس تبدي حرف كبير تحط نقطتين شارح وتبدي اسم صديقك بحرف كابتل هاي راح تاخذ عليها درجة هاي قلنا البيج الكتاب المات تكتب عادي المهم اسم هو الولد الصديق للولد خلي يكتب اسم والد اللي بنائي خد تكتب اسم بنائي البعد ها الموضوع ما تكتب وتكتب انه اسم الموضوع ما الايميل تكتب مثل مات تكتب غير موضوع يصير بس كتاب حيو وخط مرتب واملاء صحيح وقواعدي ايضا صحيح الدير قلنا ستشوف لحد هاي ثلاث درجات التضمان يعني ليش تعوف فارغ يا بابا ليش يعني الدير واسم صديقك نفس الكتاب وحط لها فارز بس تبدي هنا الدير بحرف كبير تريد بمكانة تحط هاي يصير صحيح هاي واسم صديقك هما يصير مقبولة بس نفس اسم اللي كتبت فوق وراها راح تجي منتري تبدي تكتب السولف فتقول ها ها ريو تدا يتسلم علي اول مرة حلو تبدي ها التحية السلام فتبدي هم حرف كبير عف لك شوية مجال من وها الكلام بدأس كلام جديد حال حال نقطة لشغل ورا المتزف ورا النقطة نبدي حرف كبير ورا الفارزة لا نفس ورا الفارزة لا كامل إذا هو كان تكمل فكمل يعني عادي كلمة عادية بس إذا هي كلمة أصلا اسم شخص فلا لازم تبدي حرف كبير فرح تجي تقول how are you today my my brother said مثلا لولا دي كتبون my brother لربان تخلي ثوان my sister my brother said you didn't well أو you didn't feel well أنت لم تكن تشعر بخير yesterday برحة because you had a call عندك برد زكام at school في المدرسة in my class في صفي we looked at using the internet وإحنا تعلمنا كيفية تستخدام الانترنت and how to write an email وكيفية كتابة الاميل my teacher said معلمي قال that we should إحنا بأنه يجب علينا يعني انصحنا وطلب من عندنا الواجب write an email for homework نكتب لنا واجب منزلي الواجب ماتنا اللي هو نكتب email كمال راح تقول لها best wishes أطيب الأمنيات واسمك التشخصك ورح قبلها فارزة طبعا واسمك اللي هو وائل ما هاي أنا اسمه وائل ترح تكتب اسمك الحقيقي اللي هنا أنا الشاء حلو مرتبان يشوفه يعني على ذني الخطوات اللي باللون الأحمر تعخذ هاي خمس درجات هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة إذا ما تريد تحفظه كله لو بس تحفظ ذني تكتب هاي خلت خمس درجات لو تعوف حتى هاي الفارغة أو بس تكتب بها أي جملة هم تحصل لك نص الدرجة ليش حالما تتفوتوا من عندكم إن شاء الله استفاديتوا نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا كي تعمل فائدة ويستفد جمع مع السلامة تحياتي لكم مع السلامة